اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعيني إزايك وحبايب قلبي أخباركو عاملين إيه يا رب كلكم تكونوا بخير كل سنة وانتوا طيبين كل عام وحضراتكم بكلكم بخير النهاردة بإذن الله كده بصوا هنأكد للطيور بتاعتنا وهنعرفها كده من غير ما نشترى أي حاجة كل اللي احنا هنعرفه لهم النهاردة كل الحاجات دي من البيت عاوز أقول لكم أن أنا النهاردة ما اشتريتش أي حاجة خالص نهائي كده للطيور بتاعتنا إذا كان بط ولا فرايخ ولا رومي كل حاجة والله العظيم من البيت إحنا بس اللي مصعبينها على نفسنا وبنروح نشتري الحاجة غالية علشان نأكله الطيور ونفضل حاطين إيدينا على خدنا مستنيين الحاجة تنزل الشطار كده وضبري نفسك ووفري في كل حاجة وحاول بقدر الإمكان أن أنت تربيه لك شوية الطيور مش ضروري أن أنت تربي كميات كبيرة جدا لا ربي حاجات على قدك حاجات لإكتفائك الذاتي أو لإكتفائك الذاتي للبيت بتاعك بدون أي تكاليف بس طبعا قبل ما ندخل في الموضوع النهاردة عاوز أقول لك لو أنت الجديدة معي على القناة أول مرة تشوفيني ياريت تشترك في القناة واتفعل الجراز على كل علشان يوصل الكل جديد وما تنسيش تحط لايك للفيديو علشان يكون جزائك الله كل خير النهاردة كده زي ما أنت شايفين طبعا بسم الله ما شاء الله أنا هنا كنت بقطع عيش للطيور قطعت لهم كذا رغيف بسم الله ما شاء الله يعني بصوا زي ما بيقولوا كده كفيت ووفيت يعني والله العظيم بجد الطيور أصلا شبعت من شوية العيش اللي أنا حتططه لهم هنا كان معي برضو كام ربطة من الخاص كده حبيب برضو أن أنا قطعت لهم كده شوية خاص كده كويسين علشان برضو يأكلوا ويجبعوا بالطبع احنا عارفين ان الخاص فيه فوايك كتيرة جدا جدا لطيور بتاعتنا عاوز أقول لكم كمان ان أنا النهاردة عطيهم رافع مناعة بصوا قوي جدا 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 ليه عطيهم روافع مناعة هقول لكم ليه علشان خاطر طبعا دلوقتي احنا الجو دلوقتي مرة يسقع ومرة يدافي يعني كان من يومين كان الجو برضو والنهاردة مبارح وأوله كان الجو يدافي فطبعا درجة الحرارة كل شوية بتتغير طبعا عاوز أقول لكم ممكن الطيور معانا تبرد تحصل لها أي حاجة من تغيير الجو فلازم أن ندي في الفترة دي بالذات خدوا بالكوا في الفترة دي بالذات علشان خاطر كمان الفراخ البلدي الفراخ البلدي يا جماعة بتيجي في أول الصيف أو في أول فصل الرابع كده بتبدأ ان هي بيحصل شلطة وبيحصل لهم أمراض وبصوا بيموتوا كده جماعات في انت لازم من أول شهر ثلاثة كده من بدايته كده تبدأ ان انت تديهم روافع مناعة مش معنى ان انت هتديهم روافع مناعي يبقى انت هتروح تشتير من السيدلات البيطرية لأ عندك الطوم وعندك كمان البصل ادي بصل على قد ما تقدر له الطيور لو حبيت ان انت تأكل كل يوم الطيور بتاعتك النزمة بالبصل أكل زي ما انت عاوزة مش هيقول لك لأ أنا هنا طبعا عملت معهم إيه أنا هنا حتطلهم عيش الأول وحتطلهم هرسة البيت كده كل حاجة بقى مجمع شوية مكرونة على شوية رز أي حاجة ما بتبقى موجودة عندك بيت عندك في التلاجة ما انتش محتاجاها كل دوت وجبت هنا معايا هنا كم بصلايا خضرة أو كراتة كده شوفوا بقى طبعا يعني بسم الله ما شاء الله هنا أنا كنت وافع عمله خرط لهم هم عادين يقلوا من تحت ايدي بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب هي ده التربية الصحيحة اللي انت تربيل حاجة على إيدك كده بص تقفد تحتفلها الأكل تديلها الأكل زي ما انت عاوزة عاوزة تخرطه وتحطه في الطبق مفيش أي مشكلة بس طبعا أنا هنا كنت بصراحة حبيت كده أن أنا وقفهم وخرط لهم كده يقلوا على طول وكانوا بسم الله ما شاء الله عاوزة أقول لكم والله العظيم الحواصلة بتاعتهم أول حصلة بتاعتهم كلها كانت مليونة بسم الله ما شاء الله كانت مليونة أكل تمام طبعا احنا منعتمد على الأكل البيت ومنعتمد كمان على البواء بتاعت البيت إذا كان شوية عيش شوية رز أي حاجة بتبقى موجودة عندك شوية خضرة عاوزة أقول لك يعني حبة الخاصة أو ربطتنا الخاصة اللي أنا خرطته لهم دولة عاوزة أقول لك ما كلفونش أصلا عشرة جنيه هم وحبطوا الخضرة اللي انا جايبهم والله ما يكلفون عشرة جنيه يعني هتأكل طيورك وهتصرف عليها بقى للتكاليف مش هتحتاجي اي حاجة مش هتحتاجي ان انت تزودي او هتحتاجي ان انت تحطي بقى علاف وتحط درة عاوزة تحط درة عاوزة تحطي كزب حاوزة تحطي نسبة من العلف دي حاجة ترجع لحضرتك حضرتك اللي تقدري طبعا تتربي بيها بس طبعا احنا زي ما قلنا لكم قبل كده في جميع الفيديوهات اللي انا بنزلها انا بربي يا جماعة بدون اي اعلاف بربي بدون اي اعلاف ناس كتيرة جدا طلعت التاريقة على انواع الاكل والحاجة اللي انا بحطها للطيور بتاعتنا بس بصوا انا بربي كلا وباسم الله ما شاء الله زي ما حضرتكو شايفين لو تقدري تعملي زي ما فيش اي مشكلة التربية جماعة ما بتعتمدش على الاعلاف بس تربية البط ما بتعتلفش على الاعلاف بس انا بربي البط جميع انواع البط مسكو في بلد مولور اي حاجة بتبقى موجودة عندي فراغ بلدي رومي بربيها على اكل البيت وعلى الحاجات الخضرة اللي انا بدها لهم ده اساسي عندي تقوليلي بقى هيعمل اسهال مش هيعمل اسهال طبعا عاوز اقول لكم احنا ما منديش يعني البرسين بالذات الحاجة الوحيدة اللي احنا ما منأكلهاش لطيور بتاعتنا لما بتكون طازة يعني اما بجيبها كده ببيتها عندي يومين تلاتة وبعد كده ببدأ ان انا اطعالهم منها واكلهم منها علشان خاطر ما تعملهمش اسهالات مزمنة تمام طبعا احنا مش كل يوم هنحط لهم خضرة ومش كل يوم هنحط لهم خاص مش كل يوم هنأكلهم اكلات او نقعد نشتري في اكل هنا برضو بصوا يعني برضو هنا كنت جايبة معايا تلات قرون شطة ليه تلات قرون الشطة دي المشاهدة دي بتقتل اي مقروب بيبقى في معدة الطير لو في ددان لو في في معدته اي مقروب في اي حاجة الشطة دي بتقتل اي حاجة اي حاجة خالص كده دا غير كمان انها بتزود نسبة البيض عند الفراخ البلدي وكمان عند البط يعني دي كده زي منشت نمو به خل الفرخ كده بسم الله ما شاء الله بيت نشت معاك كده وتلاقي بسم الله ما شاء الله تتلاقي كده مصورة بيت ضربت عندك يعني بسم الله بسم الله ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا 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 تمام كده انا هنا برضو كان معايا تلات قرون شطة اطعطوهم كده زي ما حضرتكو شايفين عاوز اقول لكم انها كانت حامية بصراحة بس باسم الله ما شاء الله يعني انا بعد مدتهم الواجبا دي مسكت الحواصلة بتاعتهم باسم الله ما شاء الله عاوز اقول لكم والله العظيم يعني زي ما قلت لكم في البداية كافت وافت اكل وشبع والحواصلة بتاعتهم كانت مليانة اكل ما شاء الله طبعا الرومي كمان اكل وشبع طبعا انت عارفين ان الرومي من الحاجات اللي هي بتهيس في قلب الخضرة يعني اديها خضرة مش هتقول لك لا اي خضرة عندك ادهالها خاصي جرجير اي حاجة عاوز اقول لكم شوية الخضرة لانا جايباهم دولت تقريبا بسبعة جنيه كنت جايبا لهم خاص كنت جايبا لهم بصل اغدر وكرات وكنت جايبا لهم تلات قرون شطة تلات قرون شطة كبار وكنت جايبا لهم كمان حزمتين جرجير بصوا الحاجات دي جميلة جدا جدا حتى لو انت هتعملها مرة واحدة بس في الاسبوع مفيش فيها اي مشكلة طبعا دي روافع مناعة فيها فوية كتيرة جدا الجرجير بصوا مغزي جدا للطيور الخاص برضو في نسبة فيتامينات وفي حاجات كتيرة جدا 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 برضو مفيدة للطيور وزي ما قلت لكم في البداية خالص اول حاجة انا ابتديتها معاهم كانت العيش كان معايا كده شوية عيش بصراحة كانوا نشفين ما كنتش محتاجاهم فاخدتهم كده قطعتهم او قصفتهم وحدفتهم لهم اكلوه بسم الله ما شاء الله كان معايا كمان شوية هرسة من قلب البيت شوية رز على مكارونا على تنظيف طماطم على كوسة على حبة حاجات كده برضو حطناها لهم وبسم الله ما شاء الله اكلوها ده غير كمان احنا حطنا لهم خاص وحطنا لهم بصل اخضر وكرات وحطنا لهم جرجير وحطنا لهم كمان 3 قرون من الشطة علشان طبعا لو فيه اي ديدان فيه اي حاجة اي امراض معاوية فيها اي حاجة عاوز اقول لكم ان الشطة دي بتقدى على اي مكروب داخل معده تطير بتنظف خالص كده بتمسح اي حاجة طب بتمسح من اي من درجة الحرارة بتاعتها كل ما الشطة تبقى حمية بتلاقيها بتنزل على اي حاجة بسم الله ما شاء الله بتمحها خالص بتقتلها تقتل اي مكروب في بطنه فبسم الله ما شاء الله تتلاقي معدة البط والطيور عندك والفراخ عندك نظيفة وما فيش فيها اي حاجة ما فيش عندك بقى اسهلات ما فيش اي حاجة عندك موجودة للبطة او للفراخ برضو كون قوية الملاحظة وخليك برضو مع الطيور بتاعتك وشفيها لو فيها اسهلات في اي حاجة ما تضيش اي انواع خضرة تماما ما تضيش اي حاجة خضرة لو ما فيش عندك اسهلات بسم الله ما شاء الله برضو عاوز اقول لكم من وقت الالتاني اعملوا كده حلة فيها شوية شيح وغليهم وحطوهم للطيور برضو الشيح بيقضى على جميع الاسهلات ما عندكش شيح شوية فلاجيل لاطفال من بتاع الاطفال اللي هو الفلاجيل اللي هو المطهر المعوي حب منه على شوية الميا اللي هم هيشربوهم بسم الله ما شاء الله برضو ما فيش عندك فلاجيل يعني شوفوا انا ببسطها لكم بطريقة مبسطة جدا ما عندكش شيح ما عندكش فلاجيل يبقى شوية شايع لهم معلقة بون وعصرة لمونة حطها لهم في المية واسق منها الفراخ والبط بتاعك والروم كل حاجة عندك اي طيور اسقهم منها بسم الله ما شاء الله هتقضلك على جميع اي حاجة اسمها اسهلات مش هتخلى عندك اسهلات خالص تمام كده طبعا التربية باقل ما يمكن تقدر يتربي كل حاجة باقل ما يمكن بس طبعا ما تستعجليش وفي نفس الوقت ما تقطريش طبعا طيور ما تقطريش بط بالذات البطة يا جماعة ما تقطرش بط كتير جدا 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 حطوا كمية بط قليلة عشر بطات خمس بطات يخلصوا وعملوا غيرهم يخلصوا وعملوا غيرهم بلاشت ربوا كميات كبيرة مرة واحدة لان تبط بالذات من الحاجات اللي بتاكل كتير وهتكلفك وغير كده هيجي عليك وقت مش هتعرف ان انت تصرف عليهم طبعا انا بقول لكم كده من وجهة نظري عن تجربة لان انا جربت يعني عاوز اقول لكم لما برب كميات بط كتير بيجي علي وقت ما بتلاقيش ان انا بيجي علي وقت ما بحس ما بعرفش ان انا اكلهم بصراحة ربنا فطبعا احنا لازم نخبرنا من الحكاية دي فالغلو اللي احنا فيه يبقى انت تربع كميات قليلة على قدك لو انت حتى هتربي وهتتباحي بعد كده وهتحط في الفريزر او هتعنيه في تلاجة للاستعمال بتاعك تمام كده بس هو دي قط النهاردة الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش بقى بص انا عاوز الايكات كتيرة جدا بالله عليكم احطوا لايكات كتيرة جدا عشان كل ما اوصل لحاجة وكل ما اعمل حاجة نزح لكم كل يشوفوا ويستفق كل حاجة من القناة من عندي بازن الله وما تنسوش ان القناة بتاعتي ماشية بدون اي اعلاف ما بنأكلش الطيور بتاعتنا اعلاف كله طبيعي في طبيعي في ما فيش اي حاجة صناعية خالص وزي ما حضراتكم شايفين بسم الله ومشاء الله ربنا يبارك يا رب وطبعا دورة البط كلها الخليط المسكوفي عندكم على القناة تقدروا تخشوا من اول يوم استقبال لحد النهاردة باسم الله ما شاء الله طبعا عاوز اقول لكم ان ديت يعني اواخر بقى البط طبعا البط كله تدبح باسم الله ما شاء الله بس لسه هنزل لكم فيديو ان شاء الله ببقية البط ان شاء الله يعني كمان يعني بكرة او بعده بالكتير ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاع دبيح البط هنشوف معانا الاوزان هتبقى عاملة ازاي باسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب ليه وليكم ويحسن ما بين ايديكم ان شاء الله مع السلامة واشوفكم بكرة بازن الله فيديو جديد